الاستيكينج حل مشكلة كبيرة اسمها التعدين انت ما لك مضطر يكون عندك اجهزة غالية او مو موجودة او مصروف كهرباء كبير لتعدن العملات الرقمية وتربح منها شو هو الاستيكينج وهل بقدر حقق دخل اضافة من خلال هاي العملية وهل في مخاطرة رح جاوب على كل هاي الاسئلة واكتر عن كل التفاصيل المتعلقة بهذا الفيديو بس قبل ما نبدأ بهذا الفيديو كالعادة حابب اتشكركم ادعمكم الكبير الي وكمام حابب اعتذر على غيابي عنكم خلال الفترة الماضية كنت مسافر برا البلد ولسه راجع وخلال الاسبوع اللي غبت فيه صارنا على قناتنا اليوتيوب اكثر من 7000 ومقاربين على 8000 عن جد شكرا من كل قلبي لكم جميعا اذا كنت عم تتابعني اول مرة بحب عارفك عن نفسي انا اسمي محمد شغوف جدا بمجال العملات الرقمية بقناتي هتلاقي كل جديد اول باول بكل ما بيختص بهذا المجال سبق وحكيت عن عدد مشاريع فيك تروح وتتصفحها واذا كنت مهتم تتابع القناة اذا كنت مهتم بتمنى ان تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس لحتى يوصلك كل جديد قبل ما نغوص بمجال الاستيكينج لازم وضح لكم عدد امور رح نبنى عليها كل الكلام الجاي وحتى الفيديوهات الجاي اللي رح نحكي فيها عن العملات الرقمية يلي بتستخدم الاستيكينج بدل التعدين واهم عملة رح تنتقل لنظام الاستيكينج خلال الفترة الجاية هي الايثريوم بعد فترة من الزمن الايثريوم رح تتوقف عن التعدين عبر كروت الشاشة ورح تتحول بالكامل لنظام الاستيكينج خلوني بلش بالامور يلي بدي اوضح لكم ياها ان البيتكوين والعملات الرقمية الاخرى متل ما بتعرفوا من خلالها فينا نرسل ونستقبل الاموال بدون سلطة مركزية اي انه لا في لا بنك مركزي ولا اي شخص بالعالم بيقدر يتحكم او يمنع هاي المعاملات اول شي لازم تعرفوه هو البلوكتشين مشان ما اخد من وقتكم كثير بهذا الفيديو رح احط لكم رابط رح تلاقوه هلا بالوصف مقالة بتحكي عن البلوكتشين بتمنى انكم تنزلوا تقرؤوها وبعد ما تقرؤوها تكملوا هذا الفيديو لانه رح ينبنى عليها اساس متين لكل شي بخص يعني الامور المتعلقة بالعملات الرقمية لازم اي شخص بده يفوت بهذا المجال معلومات الاساسية تكون واضحة بالنسبة له بعد ما خلصنا من موضوع البلوكتشين وفهمتوا انتو شاني البلوكتشين او سلسلة الكتل هلأ بدي احكي لكم عن انه سلسلة الكتل بتم ادارتها بشكل رئيسي عن طريق شي اسمه التعدين التعدين هو نوع من انواع المنافسة كمبيوترات جبارة بتتنافس على حل معادلات رياضية معقدة والكمبيوتر اللي بحل المعادلة اسرع هو اللي بيحصل على الحق باضافة الكتلة الجديدة على السلسلة تمام يعني في عنا شي اسمه سلسلة وفي شي اسمه كتلة وهي الكتل بتم اضافتها بشكل دوري فبيصير عنا شي اسمه سلسلة الكتل او البلوكتشين وبالتالي اللي بيضيف الكتلة الجديدة على السلسلة بياخد جائزة اسم جائزة حل الكتلة او هي جائزة التعدين او ارباح التعدين بالتعدين كل ما كان الكمبيوتر اللي عندك اقوى كل ما زادت الاحتماليات اللي ممكن يخم منها لحل المعادلات وبالتالي فرصة اكبر انك تربح الجائزة التعدين وبقوانين الرياضيات والاحتمالات كتير صعب وليس مستحيلة انه شخص او مجموعة تقدر تسيطر لوحدها على الشبكة بالكامل وبالتالي الفرص موجودة للجميع على الدمام وبهالطريقة بتظل العملية لا مركزية اي انه ما في كمبيوتر بالعالم ممكن يسيطر على العملية لوحده واذا وقف العملية تتوقف ممكن هذا الكمبيوتر القوي يوقف مثلا يكونوا مسيطر رح ياخد الافضلية عنه الكمبيوترات التانية يعني العملية بالنهاية ما رح توقف وبوجود ملايين الاجهزة العملة الرقمية ممكن تنتهي بحالة واحدة او ممكن حالتين ان ملايين الكمبيوترات بالعالم اللي موجود عليها سلسلة الكتل يتم تدميرها او ان الانترنت يقطع عن كوكب الارض بالكامل المصطلح التقني لكلمة تعدين هو proof of work او اثبات العمل يعني آلية اثبات العمل لان بحل المعادلة الرياضية المعدن عم يثبت انه يعني قام بالكثير من الشغل لحتى تنحل هي المعادلات الرياضية لان ما في ولا اي طريقة لحل هي المعادلات غير هالطريقة يعني لازم يتم استخدام قدرات كمبيوتر جبارة تشغيل هي الكمبيوترات الجبارة لمجرد تخمين حل هي المعادلات هو اهدار كبير لمصادر جبارة من الطاقة مصروف كهرباء عالي يعني بعادل استهلاك دول من الكهرباء لمجرد تعدين العملة الرقمية بسبب هذا العيب بالذات تم طرح آليات جديدة للتحقق من صحة المعاملات واحدة هي الآليات الكثير شائعة هي البروف اوف ستيك او آلية اثبات الحصة يلي نحن هلأ عم نحكي عليها وهون بدل ما نصرف كهرباء كتير لاثبات صحة المعاملات على الشبكة عن طريق تخزين عملاتنا الرقمية بس مجرد انك تخزين عملاتك الرقمية بتقوم بنفس العملية يلي هي التدقيق او انك انت بيكون مدقق للعمليات اللي بتتم بس خلونا نفهم الموضوع كيف يصير بالضبط بكل بساطة انت بتعمل ايداع بكمية معينة من العملة الرقمية ومن خلال هذا الاداع بتم القفل او احتجاز على عملاتك الرقمية على الجهاز كمبيوتر ما تتصل بالانترنت بشكل دائم الكمبيوترات هاي بتتسمى عقد او انت كمبيوترك بتسمى عقدة وعملات الرقمية المحتجزة هي حصتك او الستيك تبعك مجرد صارت حصتك بمكانها للصح انت حاليا عم تشارك بالمسابقة يلي رح تحصل فيها العقدة تبعك على الجائزة بتم اختيار الفائز بالمسابقة بناءا على عدة عوامل منها كمية العملات اللي انت مخزنها والمدة اللي مخزن فيها اي العملات وعامل عشوائية لحتى ما يقدر اي كيان يحتكر العملية لنفسه بياخد الجائزة بالكامل ليله وبشكل عام كل واحد بيفوز بالمسابقة بيضيف الكتلة الجديدة على السلسلة يعني هو بيكون البلوكتشين الجديد او سلسلة الكتلة الجديدة وبتم مكافقته بجائزة الكتلة من المهم انه تعرفوا انه كثير عملات ما بتستخدم التعدين التقليدي اللي بنعرفه واللي هو بيستخدم البروف اوف وورك كثير عملات بتستخدم نظام البروف اوفستي ومن هاي العملات عملت كاردينو وكوزموز وكثير عملات تانية وهم عملية رح تتحول لهذا النظام هي الايثريوم وكل عملة لها قواعد مختلفة بما يتعلق بكيفية حساب الارباح وتوزيعها خلونا نركز بشكل اساسي حاليا على كيفية عمل البروف اوفستيك بالنسبة للايثريوم لحد اللحظة هي سلسلة الكتل او بلوكتشين تبع الايثريوم مستندة تماما على آلية اثبات العمل البروف اوف وورك بس بشهر ديسمبر عام 2020 تم انشاء بلوكتشين جديد اسمه سلسلة بيكون بتستخدم آلية اثبات الحصة يلي هي بروف اوفستيك او ايضا بتم تسميته بايتريوم 2 او ايتريوم 2 وهو بيشتغل بجانب البلوكتشين الاصلي تبع الايثريوم اللي هو الايثريوم 1 او الايثريوم 1 لحتى تنضم كمدقق على ايتريوم 2 رح تحتاج ل32 ايتريوم كضمان وبهي الحالة رح تاخد مكافآت مثل التعدين عن طريق كروت الشاشة اسمها بدل مكافآت التعدين مكافآت الاستيكينج او مكافآت استبات الحصة ما في طريقة لتقفل اكثر من 32 ايتريوم بعقدة واحدة اذا بدك تحط اكثر وتزود ارباحك اكثر رح تكون بحاجة لتعمل اكثر من عقدة رح يصير حدث اسمه الالتحام وهذا الحدث رح يصير خلال عام 2022 بهذا الحدث رح يتم دمج ايتريوم 1 مع ايتريوم 2 بالكامل ورح يبطل في شيء اسمه تعدين ايتريوم عن طريق كروت الشاشة للابد بايتريوم 2 كل مدقق رح يحصل على مكافأة مقابل تدقيق المعاملات اللي عمتتم واضافة الكتل الجديدة للسلسلة وكل ما زاد عدد المدققين كل ما رح تقلل الارباع والعكس بالعكس على سبيل المثال للحصر العملية رح تكون على شكل يعني فائدة متغيرة وليس ثابتة على حسب عدد المدققين الفكرة ان المبلغ اللي عم يتم توزيعه ثابت بس عدد اللي عم يستفيده من مبلغ متغير يعني فيك تفكر بموضوع مثل كأنه عندك قطعة بيتزا وعم توزعها على الناس كل ما زاد عدد الناس بدك تظغر شريحة البيتزا اكتر لحتى تكفي انك طعمي الكل من عيوب هذا الموضوع انه لحتى تعمل اعداد للمدقق الخاص فيك او انك انت تصير فاليديتور لازم يكون عندك معرفة تقنية جهاز كمبيوتر خصوصي و32 ايثريوم وعندة حواجز رح تخلي ناس كتير ما عندها القدرة على المشاركة وغير هيك اذا كان المدقق الخاص فيك ما عم يشتغل بشكل صحيح او اذا كان غير متصل بالانترنت او كان عم يضرب الشبكة باي شكل من الاشكال ممكن تتعرض لعقوبات ممكن توصل انه يروح جزء من حصتك المحتجزة وحتى ممكن يتم ازالتك من الشبكة كل هاي المخاطر اللي ذكرتها هي سبب انشاء يعني بعض الحلول الاضافية لعملية الاستيكينج بتسمح هاي البدائل للاشخاص العاديين بالمشاركة بالعملية بدون ما يبذلوا جهد كبير او مخاطر لتشغيل العقدة الخاصة فيهم من هاي الحلول هو انك تحط جزء من عملاتك مع شخص موثوق بنفس الفكرة تماما اللي حكيت فيها عن الاستيكينج لعملة اكاش بتمنى اذا ما شفتوا الفيديو تشوفو وبهذا الحل فيك تنضم لتجمعات الاستيكينج مثل ما كنت بتنضم لبود التعدين اللي بيعدن عن طريق روت الشاشة هو ما يفهم عليه بالضبط شو يعني وبتم توزيع الارباح بالتساوي على الكل على حسب كل شخص مشارك بيقدي يعني كل واحد قدي حاطت عملات من عنده بنعطى حصة معينة من العملات الرقمية فيه امور لازم تاخدوا بالكم منها لما تشوفوا شركة بتعرض هيك خدمة واهم هي الامور هو هل انت مطالب انك تعطيها من المفتاح الخاص تبعك او البرايفت كي ولازم تتأكد من موثوقية المدققين وكل مدقق بيكون فيه له يعني تقييم مثله مثل اي منتج انت بتشتري من الانترنت انه هذا المدقق شغال تمام بيوزع تمام عنده عنده اخطاء بتلاقي فيه ناس مثلا منك حتى انت فيك تقيم المدقق الخاص فيك بعد ما انت تتعامل معه وكمان لازم تنتبه للرسوم اللي بياخدها منك المدقق كل المدقق فيه له نسبة ارباح يعني بياخدها منك كجزء على الشغل اللي هو عم يعمل لك اكيد ما رح يعمل لك يا بلاش وخدمة العملاء طبعا لازم الموقع اللي انت هم تتعاملوا معه تشوفوا هل خدمة العملاء منيحة اللي لا وكمان لازم تنتبه لحجم التجمع يعني هل هو حجمه كبير هل بتعرفوا انتو كل ما كان الحجم اكبر كل ما كان ارباحكم ممكن تكون اكبر بس هات طبعا بياختلف يعني بالنسبة لليتريوم مثل ما حكينا انه كل عقدة هي 32 ايتريوم في عملات تانية كل ما كبرت العقدة في عقد اكبر يعني انت بتحط مصريك كل ما حطيتهم مع عقدة اكبر كل ما رح تكون فرصك اكبر بس يعني انا من باب يعني لازم تكونوا انتم الموضوع الاستيكينج بشكل عام متغطي عندكم مو بس كستيكينج لليتريوم وفي حلول تانية طلعت رح احكي عنا بالفيديوهات الجاية عن طريق شركات مثل شركات استضافة المواقع بيكون فيه كمبيوتر جاهز بأجروكيا وبتشغل العقدة الخاصة فيك عندهم وراح تكون مطالب بدفع قيمة الاستيكينج بشكل كامل يعني 32 اثريوم مثلا لازم تحطهم اذا بدنا نحكي على الاستيكينج لعملة مثل الهيليوم لعشر تالاف هيليوم لازم تحطهم بس العظيم بهي الخدمات انه انت رح يكون عندك عقدة خاصة فيك بدون الحاجة انه يكون عندك خبرة تقنية هنن بيعملوا لك كل شي وانت بتدخل محفظتك وبتحول عملاتك بدون ما حدا يكون له صلاحية الوصول للشي ولا حتى تعطيهم المفتاح الخاص ابدا وهيك شباب منكون خلصنا يعني موضوع الاستيكينج بتمنى انه يكون نوصلكم يعني امور هيك صارت واضحة وبسيطة انا عاد الفيديو عامله يعني بالتحديد لانه انا بدي اعمل فيديوهات اكتر عن موضوع الاستيكينج بدي احكي عن الاستيكينج الهيليوم بدي احكي عن الاستيكينج عملات تانية بدي احكي عن الايثريوم لما يصير بنظام الاستيكينج فقط فيعني هذا الفيديو رح يكون الفيديو الاساس بتمنى انه يكون نال اعجابكن واذا وصلت لهون بتمنى انك تشترك بالقناة والسلام عليكم ورحمة الله